اشتركوا في القناة وموجود للأسف حوالينا في كل مكان والفضول يدعي إنسان كده دايماً يتدخل في كل شيء في اللي يخصه واللي ما يخصوش متطوع كده دايماً برأيه في أي موضوع حتى لو موضوع خاص تلاقيه كده دخل وسط الكلام واخترق تفاصيل الموضوع لأو كمان بيديك رأيه عادي الشخص الفضولي أو المعروف بالتطفل ده بيكون غير محبوب ودايماً تقيل على نفس الناس اللي حواليه وتلاقي الكل كده بيحاول يبايد عنه طب ليه الشخص ده بقى كده؟ وإيه اللي وصله إنه يبقى كده؟ إزاي نتعامل معاه؟ وإزاي نساعده؟ تعالوا نشوف فصر علم النفس والاجتماع الشخص الفضولي بأنه شخص عنده فراغ كبير وبيدور دايماً على حاجة يشغل بيها عقله نفسه والفراغ مش شرط يكون فراغ وقت لا بالعكس أنت ممكن تلاقي ناس مطحونة من أول اليوم لآخره بس مش مبطلة تدخل في حياة غيرها الفراغ العقلي هو الأهم هو السبب الرئيسي وقال علم النفس كمان إن الشخص الفضولي ده بيبقى إنسان أجوف ما عندوش إحساس بقيمة الزيت وخاصة قيمة ذاته هو شخص بيدور حوالي على سلبيات الناس عشان يراضي نفسه ويثبت لها إن مش أنا واحدة بس اللي كده فيسمح لنفسه إنه يقحم أنفه في كل ما لا يعنيه ويدور على أسرار وعورات الناس بكل راحة وبدون تقنيب دمير من صفات الشخص الفضولي أو بالأصح من الصفات اللي بيكتسبها الشخص من فضوله اللفة والدوران هتلاقي دوت بأسلوب حياته تلاقيه دايماً بيعتمد على الغموض في كلامه ودايماً عنده ازدواجية في الكلام لو واجهته بأسلوبه يراخي في الكلام ويغيره وما يعترفش أبداً بحقيقة مقصده من كلامه ودايماً بيتهم اللي قدامه بسوق الظن يعني حتى لو مش هو المقصود بالكلام تلاقيه واخد الكلام عليه دايماً وقال لها يا حضرة المديرة ابعدي وداد عن خطبتي لحسن هتخسر لها أخلاقها وقعت بينهم عشان تخطفوا هيا استغفروا الله العلي العظيم يا زميلات التقين الله ولا يغتب بعضكم بعضاً احنا ما بنفتريش عليها يا أستاذ مغازي دفعت ما سمعت الكلام ده بودانها كلمة كلمة إن جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا أنا يا أستاذ وعلى طول دفاعه عن نفسه بتلخص في إنه أنا بريء وما كانش قصدي أي حاجة من اللي انت فهمته انت اللي سايق الزم هتلاقي اسلوب اللفة والدوران عنده هدفه إنه يوصله للشيء اللي هو عايز يعرفه وغالباً بالشخص ده بيكون بيدور على مصلحته من وراء الأحديث وعشان كده بيتصف الشخص ده بصفة تانية إنه مستغل للآخرين من أجل مصالحه الشخصية الشخص الفدولي دايماً بيلاقي راحته مع الأشخاص الخاجولين بطبعهم عشان لما بيسألهم في تفاصيل معينة بيجاوبوا لأنهم بيخجالوا إنه هما ما يردوش عليه أو يحرقوا من صفاته اللي بيكتسبها من الفدول إنه بتحول لشخص مؤذي فدوله بيخليه يكشف ويهتك أسرار الناس اللي حواليه وده بيتسبف اهتزاس سقطهم وابتعدهم عن الناس اللي حواليهم وبيتحول ساعتها الشخص الضحية إلى إنسان غير متعاون بقى أقل انخراط واتصال بالمجتمع حرام عليك يا أخي ليه كده؟ ليه؟ برجلتلنا حياتنا ليه؟ العربية انت يزيروا؟ لا والله يكسب زيروا كم سيسي؟ ألف وستمائة موديل كام؟ ألف وستمائة تفتحة سقف؟ أه إزازة كهربا؟ حصل جانت كام؟ تسعة تاشم العداد عامل كام؟ اه 12 ألف كيل دي أكيدنا هزيروا ومن الصفات اللي بيكتسبها الشخص من فضوله إن بيتحول إلى الحسد والحقد وده طبيعي لإنه دايما حشر عينه في كل تفاصيل اللي حواليه عنده مقدرة يعرف لون شرابك إيه؟ لابس إيه جديد؟ وممكن كمان يعدلك جام زرار في قميصك من كتر ما هو واخد بيلي من كل تفاصيلك أصبع أنه هتلاقيه صاخط عليك حاسد ليك لذلك الناس بتخاف من الشخص الفضولي جداً وبتخاف من عينه تلاقي الناس دايماً بتتحشيه وتتجنب زيارته ليهم واللي اختلط بيهم في زبونا أصلاً جات لعمر وعايزاي شطاب لها فيلا في الأطوامية 700 متر وقالت له برا الشرك صح؟ صح أم بسم الله ما شاء الله الله أكبر هو أنت بقى عندك برايفت بيزنس غير شغلك في الشركة؟ لا حاوله لقوة إلا بالله العليه العظيم من الصفات اللي بلاحظها دايماً في الشخص الفضولي إنه طول الوقت مريض عنده اكتئاب دايماً بيشتقي من دقي الحال ومن قلة الرزق وأو عدم وجود برقة وده نتيجة طبيعية جداً نقل إن الشخص الفضولي بتدخله في ملايعنيه بيكون ارتكب من زنوبه من معاصي ما لا تتخيل ولا تحصي ولو بصينا كده الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخصوص ده هنجد إن الفضولي في كرسة كبيرة جداً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسولي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر الناس زنوباً أكثرهم كلاماً فيما لا يعني عشان كده النبي حس الناس على عدم الفضول فقال صلى الله عليه وسلم إنك لم تزل سالماً ما سكت فإذا تكلمت كتبة لك أو عليك الفضولي للأسف مش بيبقى مدرك إن اسلوبه ده بيحرم نفسه من الجنة ونعمة أخرج التبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أحد أصحابه يزوره في مرضه فقال له النبي أبشر يا كعب فقالت أم كعب هنيئاً لك بالجنة يا كعب فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا أم كعب لعل كعباً قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يعنيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع فلو الإنسان ابتعد عن ما لا يعنيه ولم يتدخل في مشاكل الناس وترك السؤال فلان وعلان هللا إيه دوة أثره ظاهر في حياته وصحته أخلاقه أخلاقه طب إيه علاقة الأخلاق بالموضوع طبعاً للأخلاق علاقة كبيرة جداً لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء ترقه ما لا يعنيه قال من حسن الإسلام مش من الإسلام من حسن الإسلام يعني الارتقاء بالإسلام الارتقاء يكون الارتقاء بالأخلاق فمن إن شغل بالناس نسي عمر نفسه ومن إن شغل بنفسه حافظ على صروته التي لا تقدر بمال إيه هي الصروة دي؟ هي صحته وعمره وسكنته وراحت بيله قال مالك ابن دينار إذا رأيت قساوة في قلبك ووهناً في بدنك وحرماناً في رزقك فاعلم إنك تكلمت بما لا يعنيك إنك تتكلم فيما لا يعنيك ده بيقصر قلب وبيضعف الجسد وبيقلل الرزق اعرف إنك كل ما شغلت نفسك بحال غيرك مرت وضعفت وقل رزقك من صفات الشخص ده إنه بيعرض نفسه للإهانة ولذلك هتجده كثيرة الاعتذار طبيعي لما تتدخل في شؤون خاصة لشخص ويحرجك أو يكسفك وممكن كمان يهينك تضطر إنك تعتذر لكن للأسف الشخص الفدولي مش بيتوقف عن تعرضه للإهانة ولا عن تكرره للاعتذار لأنه للأسف مش بيبطل يحشر نفسه ويدخل في شؤون الناس لذلك دايما هتلاقيه بيتعرض للإهانة ودايما كثير الاعتذار هل الشخص الفدولي مريد؟ نقدر نقول إن الشخص الفدولي مريد بالفعل خاصة إذا كان عارف بطبعه أو بمرضه ده ومش بيحاول يتغير أو مش قادر يتغير ففي الحالة دي الشخص ده مريد ولازم يسعى لعلاج نفسه علاجه بإيده هو بس ولو مفكرش إنه يتغير محدش هيقدر مهما عمل يغيره فنتكلم دلوقتي مع بعض على شوية كده خطوات وأسباب ممكن تساعد الشخص الفدولي على إنه يترك فدوله ويتغير أولاً لازم نعرف إن الموضوع مش سهل ويعرف إن زيك زي المدمن بيحاول يتخلص من إدمانه هتتعب كتير في الأول بس إن شاء الله هتبقى أحسن كتير عن الأول أول خطوة أو أول حاجة هتعينك على إنك تترك فدولك إن دايماً المقولة دي تكون قدام عينيك كل ما تحب تعرف حاجة عن حد أو تدخل في حياة حد خاصة اقرأ المقولة دي من خزلان الله للعبد إن شغاله في ما لا يعنيه إيه الكلام ده؟ كلام ده معنى إن ربنا خلاص ترك أمرك ليك بمعنى إن انت اخترت تبقى بعيد وتعمل اللي انت يراضيك واللي انت عايزه فترك أمرك لنفسك إهلكها أنت بقى بالفدول فكرة مخيفة جداً جداً وفيها بعد وخزلان عن ربنا للدرجة دي سوق عملك ده قدل كده اقرأ المقولة دي وقول بينك وبين نفسك أرضي فدولي والله أرضي ربنا وما بعيدش عنه صدقني هتلاقي نفسك بتترك الفدول وبتحاول ما تبعدش عن ربنا تاني خطوة فكر في أسرارك كلنا عندنا أسرار وكلنا عندنا أمور شخصية جداً ماينفعش حد يعرفها أو يدخل فيها كل ما يحاول فدولك اقتحام أسرار غيرك افتكر أسرارك وتخيل إحساسك هيبقى إيه لو حد يعرف عنك الأسرار دي إحساسك ده إن شاء الله هيمنعك من محاولة معرفة أسرار غيرك تالت خطوة هي إن أنت لازم تشغل نفسك بأي نشاط بدل ما تشغل نفسك بحال غيرك اقرأ كتاب اسمع درس اتعلم حرفة أقولك حاجة سبح واستغفر أحسن من أي حاجتين رابع خطوة وهي مهمة جداً إن أنت لازم تغير بقتك تغير الأشخاص المحيطة بيك يعني ما تجيش تصاحب وتختلط باللي شبهك وعنده نفس مرضك لإن ده هيديك رضا داخلي بإنك مش لوحدك اللي كده وإن ده عادي ابعد عن أي فدولي أو تطفولي انتقل أشخاص اللي هتكون بصحبتهم وافتكر دايماً إن الصاحب ساحب ما تبقاش زي المدمن اللي ما صدق لقى مدمن زيه وقعدوا سوا يضربوا مخدرات الخطوة الخامسة افتكر دايماً نعم ربنا عليك واشغل نفسك بإنك تشكر ربنا عن نعم دي فكر إزاي تردي ربنا وإزاي تبعد عن كل ما يؤدي لمعصيته وغضبه ما تبعدش ربنا عنك أهم حاجة في الموضوع كله واللي أنت لازم تعرفها إن الشخص الفدولي هو الشخص الوحيد الخسران في الموضوع كله افهم قويس ولاحظ ليه الناس بتبعد عنك ليه الناس بتخاف منك ليه الناس حذر أتكلم قدامك هتلاقي نفسك أنت الوحيد اللي خسران لو فدلت متمسك بطبعك ده أحب أقول لكل شخص في حياته حد مريض وفدولي بالشكل ده عليك إنك تصرح الشخص ده مرضه وتحاول تعرفه طرق العلاج منه وما تبعدش من أول محاولة ولا من تاني محاولة لكن لو الشخص اللي قدامك ده ما بيتغيرش ومسر على طبعه ومش عايز يعالج نفسه نصيحة بقى ابعد عن الشخص ده ترجمة نانسي قنقر